بات من المألوف مشاهدة المساعدات التي تمنحها المنظمات الأممية لللمنيين معروضة للبيع في المتاجر وعليها شعارات الأمم المتحدة ومكتوب عليها توزع مجانا في السنوات الأولى من الحرب انتشرت سلع في السوق السوداء بمحافظات خاضعة لسلطة الحوثيين وعدد آخر من المناطق الأخرى كان مصدرها مخازن المنظمات العالمية المعنية بالمساعدات الإنسانية كاليونسيف والغذاء العالمي وكان بيع المساعدات في السوق السوداء هو أول أشكال تحويل المساعدات عن مستحقها استغلال المساعدات الإنسانية وإعادة توجيهها في مناطق سيطرة الحوثيين تحول إلى سلوك منظم ومنهجي في مناطق سيطرة الميليشيا بالتدريج خلال السنوات الماضية بدءا من توزيعها بواسطة المشرفين في الأحياء السكنية وانتهاءا بإنشاء هيئة جديدة باسم المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وتتبع تحقيق صحفي نشره موقع المصدر أونلاين طرقا حديثة يستخدمها الحوثيون بغرض حشد المقاتلين عبر ربط توزيع المساعدات بتجنيد مقاتل واحد على الأقل من كل أسرة مستفيدة من المساعدات وهو ما عبر عنه التقرير بتخيير السكان بين الموت جوعا أو الموت في ساحات القتال التحقيق الصحفي نقل عن موظفين لهم علاقة بأعمال الإغاثة الإنسانية اعترافهم بأن الأساليب الحالية لتوزيع المساعدات في اليمن عرضة للفساد وتخدم أهداف الجماعات المسلحة حيث يتم تسجيل المحتاجين في القرى من خلال ما يسمى بالمجالس المحلية وفي المدن من خلال لجان مجتمعية وهي بالطبع ليست محايدة وسبق أن اعترف برنامج الأغذية العالمي أن الحوثيين كانوا يسرقون المساعدات عبر منظمة محلية واحدة على الأقل مرتبطة بوزارة التعليم في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون وعلى الرغم من تأكيد البرنامج استمراره في توزيع المساعدات بإشراف لجان محلية إلا أن مسؤولين النقابيين يقولون أنه قام بعملية توزيع وحيدة قبل عامين ما يعني أن برنامج توزيع المساعدات قد يكون مستمراً ولكن على الورق فقط